السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي اعملين ايه يا رب تكونوا بخير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ورائيلي وصحبيه وسلم النهرة بقى جينا لكم فيديو جديد وجولة كده سريعة كده في تركيا لحد ما ان شاء الله بازن الله ننزورها بنفسنا ونعمل بقى احلى جولة فيها ونشوف كل مكان سياحي وكل حاجة حلوة هناك طبعا تركيا من الاماكن برضو اللي انا بحبها جدا وهي تاني مكان انا عاوز اروح ان شاء الله بعد السعودية ومكة فربنا ان شاء الله يوفقنا طبعا كلنا عارفين الجمال والسحر جواها السحر والمناطق الطبيعية والمدن التاريخية اللي فيها والطبيعة الخلابة كمان تراصها السقافي والتاريخي واكلاتها بقى انتو عارفين الشاي التركي والكلام ده كله والاكلات اللي زي البقلاوة واشهر الحاجات اللي هناك وافضل المطاعم معا كمان المميزات اللي هناك ان هي تكاليفها ما بتكونش عالية زي ما بيكون في بعض واغلى بالدول الاوروبية اللي جنبها كمان برضو بعض الدول والاماكن العربية برضو بتكون اغلى منها سياحيا يعني في التكاليف تركيا بقى بتنقسم لقسمين قسم بيكون اوروبي وقسم اسيوي كمان بتعد مدينة انكرة عاصمة لها عشان بتتم فيها جميع الانشطة بتاعت البلد وكمان هي مركز الادارة هناك على الرغم من مش هي اكبر مدينة يعني في اسطنبول بتشمل بتكون مركز الاول من حيث المسيحة ولكن انكرة هي العاصمة كمان بتتميز بان هي لها موقع جغرافي متميز جدا انها على مفترق طرق البلقان والكوكاز وشرق الاوسط وشرق البحر المتوسط كمان بتعتبر جسر وحروق بين كرة اسيا وكرة اوروبا كمان بتبلغ مساحتها حوالي 769 632 يعني ما جابتش حتى مليون كيلو متر واللي بيفصل بقى جزئين التركيا اللي هو التركيا الاسيوية يعني التركيا الاوروبية جسر البوسفور وبحر مرمرة وبتكون الجزء الاسيوي بقى في الغالب من مرتفعات وجبال اللي احنا كلنا عارفين بتبقى مناظر هناك تحفدقوا ساحرة كمان بعض الاراضي المنخفضة اللي بتكون على سواحل البحر مرمرة مثلا على بحر مرمرة وكمان فيه عدة انهار هناك تركيا برضو اما بقى بالنسبة للسكان في حوالي 82 مليون نسمة يعني ده ما شاء الله رقم كبير كمان كلنا عارفين ان هناك مسجد آيا صوفيا اللي هو بيعد من اهم المعالم الاسارية هناك في مدينة اسطنبول واللي هو كان بناء امبراطور بيزنطي في عام 537 ميلاديا بناه ككنيسة يعني وبعد كده تم تحويله لمسجد من قبل محمد الفاتح 1453 وبعد كده اعلنوا كمتحف كمال اتاتورك كمان فيه ناك مدينة انطاليا وهي مدينة سياحية مميزة جدا فيها عديد من الانشطة اللي مثلا فيها شلالات انطاليا التلاتة يعني مساء من الانشطة دي التجديف كمان ممكن نعمل رحلة عن طريق القارب وغيرها بقى من الانشطة وطبعا انا بقى لو هتكلم على اسطنبول والمعالم اللي فيها والجمال وشارع بقى الاستقلال ولا جسر البصفور ولا مسجد ارتكوي ولا برج غلطة ولا المسجد الازرق او مسجد السلطان احمد او برج العزراء يعني مش هخلص بقى يعني بحتاج ده كل واحد منهم فيديو الواحده على قل غير الروعة بقى في البنيان وغير بقى الزهور والالوان اللي في المكان والحاجات كده تفتح يعني القلب والعين بصراحة كمان برضو التركيا بتتميز برضو بالاسواق عندها وكمان انواع الحيوانات ده والنباتات وبتشتهر برضو بالمأكلات بتاعتها ومنتجات الخبز واللحم المشوي واطباق بقى الحلويات كمان فيه هناك السوق المصري واللي هو بيكون فيه الحاجات اللي جاية من هنا اللي بتصنعها هنا وبتبعها هناك يعني والعتارة بقى والحاجات الحالوة دي طبعا وفيه ثقافات كتير في تركيا واحنا عارفين ان هما هناك بيحترموا بكبير ودايما يوطوا على ايد الاب او الجد وكده ويبوسوها ويحطوها على رأسهم فيه ثقافات حلوة جدا احترام الكبير ده شيء واجب كمان تركيا بتعد من افضل الدول الاوروبية اللي بيفضل العرب او غير العرب ان هما يزوروها وكمان وجهة مشرفة للبلاد الاسلامية ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في القناة وتفعلو زر الجرس وكتبولي في الكومنت عجبكم الفيديو ولا لأ وحابين نكمل في سلسلة من الحاجات دي بالصورة دي ولا لأ ونكمل عن تركيا لان طبعا مهما اتكلمنا مش هنخلص في الحبة الصغيرين دول ففي حاجات كتيرة جدا نسا ما شفناها شوفيه كاماكن ما اتكلمناش عنها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته